اهلا بكم في حلقة جديدة من خدنا الحنين خدنا الحنين برنامج بياخدنا لزمان وذكريات كل واحد فينا يمكن مر بجزء منها أو مر بيها كلها امسك الريموت قلب في التلفزيون شوف هيطلع عندك كام قناة تارد مسلسلات ودراما على نايل سات أو أي أمر تاني عشرات القنوات اللي بتزيع مسلسلات على مدار 24 ساعة يخلص مسلسل يبتدي غيره وييجي رمضان تتفاجئ كل سنة بعدد مهول من المسلسلات اللي بتتعمل لو انت غاوي وعاوز بقى التابع يبقى مش هتلاحق أصلا تتفرج على إيه ولا إيه ومهما عملت ومهما خليت يومك 98 ساعة مش هتعرف بتتابع كل اللي بتارد ودايما النصيحة اللي بنقولها بيننا وبين بعض الحاجات دي ممكن نشوفها في أي وقت أصلا رمضان ما بيتعوضش تعالوا نرجع للزمان لما كان الوضع مختلف كان هو يدوب مسلسل واحد مصر كلها بتتابعوا الساعة 7 ونص على قناة الأولى وكمان كان بيتعرض على القناة الفضائية وبيشوفوا أهلنا وإخواتنا المغتربين في أي بلد وكمان إخواتنا العرب في كل الوطن العربي أيا كان بقى المسلسل ده موضوعه إيه بتعمين حلوة ولا وحش هو مفيش غيره وكنا بنتفرج عليه في مرحلة متقدمة شوية دخل مع مسلسل الساعة 7 وربع 7 ونص ده مسلسل الساعة 5 كان بيتعرض على قناة نايل تيفي وده كان بيبقى مترجم للإنجليزية وكنا كلنا برضو إحنا صغيرين بنحاول نقرأ الترجمة وبسرعة نلحق نقرأ أي كلمة نطلع ذا وهي والشي خضر الإمكان وبعد كده نزهق ونتفرج وإحنا سكتين ما كانش فيه حاجة اسمها فواصل في نص المسلسل تقطعه بالشكل الشنيع اللي بيحصل دلوقتي اللهم إلا بس هو الأدان الفاصل الوحيد الكل قاعد الكل ملفوف حوالين شاشة واحدة بيتفرجوا مترقبين إيه اللي هيحصل ويرددوا جمل من نوعية يا ساتر خير يا رب يا رب بصدر يا رب ما يحصلوش حاجة وما فيش حاجة اسمها البطل يتقال حسين فاهمي أو عزة العليلي أو أبو بكر عزة لا لا أنت البطل بتقوله باسمه في المسلسل دلوقتي بقى المسلسل يتقطع أكتر من مرة عشان الفواصل الإعلانية والفواصل اللي في الغالب بتبقى أطول من المسلسل نفسه بكتير جدا زمان كنت تمشي في الشارع وقت المسلسل تسمع صوته في كل حتة في الشارع لدركة أنك لو خارج مشوار وكنت بتشوف جزء من المسلسل وهتتمشى في الشارع أنت هتعرف كل اللي هيحصل ومش هيفوتك حاجة طالع من البيوت والمحلات والأهاوي وتلاقي الشوارع جزء كبير منها فاضي لأن الناس بتبقى كلها قاعدة بتتفرج زي مثلا أن أي مسلسل رقفة الهجان والعيل الحلمية والشهد والدموع والمال والبنون وبوابة الحلوان كانت مسلسلات جميلة قادرة تجمع العيلة كلها حواليها وتشد انتباه كل الناس وتسيطر على حديث الناس اليومي هسألكم يا ترى لما كنا بنتكلم وحياتنا كلها منصبة ومحور كلامنا حوالين المسلسلات دا كان ليه؟ هل حياتنا كانت أبسط؟ مشاكلنا كانت أقل؟ ولا أنتوا عندكم سبب تاني؟ أنا بعتبر جيلي والأجيال اللي قابلي والأجيال اللي بعدي بحاجة بسيطة من الأجيال المحزوزة اللي تربت على رواقع مش هتتكرر مين ينسى صوت الفنانة الجميلة الراحلة سناء جميل وهي بتقول فاكرين دا تتر مسلسل ايه؟ هسيبكم انتوا تقولوا لي المسلسل دا كان عدد حلقاته تقريبا 16 حلقة وكان فيه مسلسل تاني اسمه أبناء الأعزاء شكرا وبابا عبده فاكرين أغنية كان فيه واد اسمه الشاطر عمر ومسلسل عائلة شلش والتتر المميز اللي كان بيقول يا جماعة يا جماعة كل يوم عاملين إذاعب فاكرينوا بطلة المسلسل كان اسمها اللي كانت أيما بدور البنت الكبيرة للفنان صلاحظ الفقار والفنانة ليلة طاهر اسمها تحية الأنصاري هي توفها الله في سن صغير ربنا يرحمها ويرحم كل أموتها ومين فينا ينسى مسلسل البخيل وأنا؟ للعملاق فريد شوي والجميلة كريمة مختار اللي لسه كنا منتفرج عليه قريب يعني من حاجة بسيطة على دي ام سي دراما ومسلسل ساكن قصادي لسناء جميل وعمر الحريري وكمان محمد رضا وخيري أحمد رحمة الله عليهم جميعا كان في كل حلقة بيحاول يوصل فكرة إيجابية أو ينتقد فكرة سلبية في المجتمع بأسلوب بسيط جدا وكوميدي ما كانش فيه إسفاف ما كانش فيه مشهد العيلة وهي بتتفرج تبقى مكسوفة ما كانش المسلسل يحصل فيه إنك تشوف مشهد تقلب بسرعة علشان ولادك مايتعلموش حاجة سلبية وللأسف ده بتشوفه دلوقت ونروح عند نقطة فارقة في حياة كل الأجيال مسلسل يوميات ونيس المسلسل اللي تربينا عليه صغيرين وكبار كنا بنشوف نفسنا دايما في أسرة بابا ونيس وماما ميسا من المسلسلات اللي أثرت بشكل كبير في إنها تضيف قيم إيجابية وتربوية للأسرة كلها للأطفال والكبار العيلة دي كانت قد إيه جميلة كانت قد إيه بتعبر عن كل واحد فينا وكل واحد كان شايف نفسه في عز الدين أو شرف الدين أو باقي الأطفال بقى جهاد وكان فيه هودا كمان كل واحد فينا كان شايف نفسه في حد من الأبطال والأبطال بقى 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 الأبطال المسلسل ماما زوزو وبالفضل جد الله وباقى من أجمل وألمع النجوم اللي قدموا لنا مسلسل هيفضل فعلا علامة كلنا بنتكلم عنها بتيجوا نروح لمسلسل تاني لن أعيش في جلبية أبي هو بيتعرض اليومين دول بالمناسبة على أون دراما بطولة الراحل نور الشريف والعبقرية عبلة كامل إلى لحد دلوقتي صور الفنان عبلة كامل وفيهاتها الشهيرة هي والفنان نور الشريف ماليا السوشال ميديا فاطنة وعبدالغفور البراي والبنات بقى وحكايات البنات وحكايات الابن وكل تفاصيل المسلسل والجملة الشهيرة أو الاسم الشهير مستر حاج عبدالغفور اللي كانت بتقولها روزالين اللي قامت بالبطولة إيناس ميكي للحاج عبدالغفور البراي طيب نروح تاني لمسلسل أثر فينا وليدي كريات معانا مسلسل هوانم جاردين سيتي بالتتر المميز اللي كان من أسباب نجاح المسلسل غنته الفنانة هودا عمار وكانت بتقول فيه يا روايح الزمن الجميل هفها فيه المسلسل ده مش هقول لك كان بيعبر عننا لأنه كان بيعبر عن فئة معينة من المجتمع الفئة الأرسلقراطية وفترة زمنية معينة لكن كلنا كنا حابين نتعرف على الفترة دي وعلى الفئة دي كنت تحس إنه هو مسلسل كلاسي جدا ونروح لمسلسل أنا بيعتبره مسلسل شعبي من الدرجة الأولى وكلمة شعبي مش بتقلل منه بالعكس بتأكد إنه مسلسل قادر يوصل لكل طبقات الشعب ولكل البلاد العربية مسلسل الوتب الفنانة العبقرية رحمة الله عليها هدى سلطان فاكرين كان اسمها فاطمة إيه؟ أنا هسبكن تتقولولي كان اسمها فاطمة إيه في التعليقات ونروح لزئاب الجبل فاكرينه وسوق العصر ومين اللي ما يحبش فاطمة؟ للفنان أحمد عبد العزيز والفنانة شيرين سف النصر والفنانة جهان نصر والفنانة شيرين سف النصر هي ما بين العودة وما بين الرجوع للفنة لكنها موجودة أما الفنانة جهان نصر هي اعتذرت من زمان ومسلسل نصف ربيع الآخر للفنان يحيى الفخراني والفنانة إلهام شهين والفنانة فادي عبد الغني كنا قد إيه بنكره إلهام شهين علشان خدته من بيته ومن أسرته وإنت يا صديقي العزيزي اللي بتتبعنا من أي بلد في الوطن العربي قولي إيه المسلسل اللي أثر فيك في طفولتك؟ وعرفنا عليه لأن فيه مسلسلات خليجية من أنجح وأجمل المسلسلات وطبعا المسلسلات السوري وطبعا من كل البلاد العربية أعمال درامية كلنا بنتوقف عندها وننحني لها احتراما قد إيه الدراما بتقدر تشكل وجدان الشعب؟ قد إيه الدراما في فترة كانت بتقدم قيام؟ قد إيه المسلسل كان لازم تخرج منه بدرس؟ ما كانش مجرد المسلسل بيجيب أحداث بتحصل وتخرج من المسلسل مرهق نفسيا وذهنيا وخارج كأنك كنت في معركة حلو إنك تتعايش مع المسلسل لكن اللي مش حلو إنك دايما تلاقي الرد أصلحنا بنعبر عن الحياة الواقعية ما هي دي الواقعية؟ ويجيب الأتل والدم والإدمان والمخدرات وأسوأ من كده بكتير والبلطجة اللي باقيت ماليها المسلسلات يقول لك أصل دا الواقع متفق معاك إن دا الواقع لكن زمان أكيد كان في حاجات سلبية كتير لكن هما دايما كانوا بيحاولوا يعالجوا وقد إيه كان كل مسلسل في أي بلد عربي بيبين جمال البلد دا علشان كده كلنا بنتوقف عند المسلسلات التركية وبنقول قد إيه المسلسلات دي نجحة وقد إيه المسلسلات دي مبينة جمال البلد وجمال أهلها وجهات نظر نرجع للنقاض هما فيها اللي يفيدونا يمكن إحنا غلط طيب محبي المسلسلات الأجنبية القناة التانية المصرية والقناة الفضائية المصرية كانوا بيجيبوا المسلسلات والقناة التانية طبعا لها الأولوية الجيل الصغير شوية المسلسلات اللي هتسمع عنها دلوقتي أو اللي هتسمع أسمائها دلوقتي ممكن ما تكونش عارفها كان فيه مسلسل اسمه نوتس لاندينج وكان فيه مسلسل اسمه فالكون كريست وكان فيه نايت رايدر والمسلسل دا كان من أشهر المسلسلات اللي الشعب المصري والوطن العربي كله كان متابعه هو مسلسل أجنبي أقالة لكن ريج وبروك وستاذني وسالي سبكترا وكل أبطال هذا العمل كانوا محط اهتمام الشعوب الحرامية لأن المسلسل دا كان عبارة عن أسرة وكلها صراعات وكانوا بيعملوا في مجال تصميم الأزياء وكانوا شركتين بينفسوا بعض ولكن مو نفسة غير شريفة تتخيلوا ان المجلات والجرائد علشان تبيع كانت بتجيب الأحداث اللي جاية من المسلسل ولسه ما تعرضتش وتعرضها وتسردها في صفحات الجورنال وتكتب في العنوان الرئيسي أحداث دا بولد أن بيرفل هتلاقوها عندنا مش بقولكو احنا كانت تفكرنا بسيط وكانت حياتنا أهدة وأريح بكتير وكان في مسلسل اسمه مكجايفر المسلسل دا ما كانش بيتعرض بصفة يومية كان بييجي في برنامج أعتقد كان اسمه اخترنا لك والبرنامج دا كان بيعرض مجموعة من الفنون ومن ضمنها في الآخر كان بيعرض المسلسل هنتكلم عنه في حلقة البرامج إن شاء الله وكان في مسلسل اسمه X-Files وأعتقد المسلسل دا يعني ممكن كتير يكونوا عارفينه لأن نتقدم في صيدة أفلام كان مولدر وسكالي هم اتنين من المحققين اللي بيعملوا في مجال الرعب واللي بيفكرون بالغالي نادر فوتا كانوا بيشتغلوا وبيحققوا في الحاجات الخاصة بمورأ الطبيعة تعرفوا إن في نقطة مصرية وفي ناس مصرين إنها حقيقة بس هي غالبا نقطة يعني بيقولك كان في حد توفى وأعلنوا إن بدل ما يقولوا إن الجنازة بعد صلاة كذا أو الساعة كذا أو بعد وصول الجثمان قالوا إن الجنازة بعد نهاية مسلسل هيركيليز هنأتبارها قصة كوميدية وأسطورية مسلسل هيركيليز ومسلسل زينا كانوا من المسلسلات اللي فعلا الناس كلها كانت بتحبها برضو مسلسلين كانوا دموهم خفيف جدا هيركيليز كان طبعا نصف إله والزينا كانت محاربة أرضية كان ده مسلسل وده مسلسل ومن حب الناس حول العالم في المسلسلين بدأوا يجمعوهم لاتنين في المسلسل واحد وهيركيليز اتعمل منه فيلم كامل لكنه لم يلقى نجاح المسلسل الخاص بهيركيليز وطبعا بعد نجاح العمل اتعمل منه لعبة شهيرة جدا اتكلمنا عنها في حلقة العلعب وكان اسمها برضو هيركيليز زينا كان لها صوت مميز جدا وكان لها حلقة كده بترميها بتحديفها على الناس تموت لها تسعمائة وحد ودرجع لها تريف إدها مسلسل حديث الصباح والمساء المسلسل ده بيعرض برضو اليومين دول وهما تقريبا في الحلقات الأخيرة على دي أم سي دراما وقناة بتخلصوا وقناة بتبدأوا قد ايه المسلسل ده روعة مين فينا لا يحب ولا يعشق حديث الصباح والمساء هو عن كتاب وعن رواية حديث كل يوم لنجيب محفوظ لكن المسلسل ده في البعض كان بيخاف منه لكن كلنا كنا بنحب حديث الصباح والمساء ولازلنا لحد دلوقتي بنحبه المسلسل ده كان بيضم كوكبك بقيرة جدا من النجوم مش هقدر اوفي حقهم لما اقول كل النجوم وزي ما قلت لكم ده على سبيل المثال وليس الحصر لان صعب ان احنا نحصي هذا العدد الكبير من كل النجوم اللي كل واحد فيهم قد دوره بمنتهى الحرفية المسلسل ده قد ايه كان محموم لانه كل يوم في وفيات وفي مواليد كل يوم بيغبر عن حياتنا كان احداثه سريعة جدا ومتلاحقة جدا وكل حلقة بتخلص بيبقى زعلان انها خلصت ولما بيتعرض كل مرة بنشوفه وكأننا بنشوفه الاول مرة ونقف عند عبدالكامل ودلال عبدالعزيز لانهم كانوا ثنائي رائع جدا في هذا العدد ومع الله ينحن لك يا نعمة يا نهيرة يريدك المسل الطيبين يا نعمة وعشرتك منه يا نعمة وخلقتك 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 من باني مسل ولا قليل وخلقتك من باني مسل احبرتك من باني باني مسلم يا نعمة وخلقتك من الوزن احبرتك من الوزن هل في هذا العمل شكرا مهما تعمل المسلسلات ومهما الدراما تطورت ومهما الصورة تغيرت وبأي الـ HD وصورة بأي أعلى درجات النقاء والجو هيفضل دايما الحن يخذنا المسلسلات زمانا اللي منشوف سكرايتنا فيها حتى لو إحنا صوارين وما تبعناهاش لما منيجي نشوفها بنحس إن المسلسلات دي قد إيه كانت رقق بنشوف المسلسلات ونبتسم لا إرادية مسلسلات ودراما مصرية وعربية تبتسم لا إرادية وانت بتشوفها وما بيجيلكش در شعور واحد إن بيخذك الحنين لهذه الأيام إيه المسلسلات برضو اكتبولنا في التعليقات أكيد أنا ما قلتش كل المسلسلات اللي ليها ذكريات معكم لكن انتو كمان ما تشاركوني في مسلسلات هتكتبوها في التعليقات كنتو بتحبوها سواء أنا قلتها أو ما قلتها هنتقابل إن شاء الله لأسبوع الجاي وحلقة جديدة من خدنا الحنين الإعداد نوران عيمن إخراق الفيديو شيري من الفروة والتقديم والإخراق الصوتي أحمد يونس شكرا للمشاهدة سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة